السنة وحضراتكو طيبين النهاردة زي ما قالت إيمان ذكرى ثورة 23 يوليو واحدة من أهم ثورات المصريين ضد الظلم والتغيان والمناسبة دي تقدم سيادة الرئيس عبد فتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر وجيشه العظيم في ذكرى 23 يوليو اللي سطرت يعني ملحمة ملحمة وحدة المصريين نحو رفعة وطننا أكد سيادته كمان في بوست عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن ثورة يوليو أضافت فصل مضيء لتاريخنا المعاصر يحمل أسمى معاني التضحية من أجل سيادة هذا الوطن وسلامة أراضيه كمان ألقى سيادة الرئيس عبد فتاح السيسي كلمة للأمة بمناسبة الزكرى الـ 72 لثورة يوليو المجيدة وقال سيادته تعلمنا من دروس ثورة 23 يوليو وتجربتها عدم التفريط في الاستقلال الوطني ووصول قرامة الوطن وموطني وأكد سيادة الرئيس إن ثورة يوليو المجيد رسخت دور مصر الفاعل في محطها العربي والأفريقي ويسهمها في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب وأضاف سيادته كمان إن مصر تواكبت وانفتحت على العالم وجهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية ترجمة نانسي قنقر